بالنسبة حق الإبر بجميع أنواع هذه الإبر ما تفطر ما هذا الإبر اللي تحتوي على مغذي فعندنا الإبر اللي تحت الجلد اللي هي إبر السكر يقدر الصايم ياخذها الإبر اللي في العضل واللي في الوريد مثل المضادات الحيوية والحديد وكذلك إبر الروماتيزم المريض يقدر ياخذها في رمضان وهو صايم من غير ما تفطره اشتركوا في القناة